السلام عليكم ورحمة الله أنا هجام من قناة مختصر الزراعة الفيكاس المطاط فيكاس إلاستيكا هيك اسمها العلمي هاي شجرة الفيكاس أو الكوشوك في ناس بيسموها انطلبت مني من شخص على القناة كثير تابع طلبها وانا حكيت له قريبا إن شاء الله ونسيت ورجع طلبها كبه مرة قريبا إن شاء الله نسيت اليوم بدي أحكي لكم عنها المعلومات واسمحون على التأخير كل الناس اللي طلبوا عن هاي النبتة وتأخرت عليهم اخوتي الكرام مبدئيا هذه النبتة يعني هاي خارقة النبتة تعتبر ليش لإنه هذه بتتعيش في الظل تماما وبتعيش في الإضاءة تماما يعني إذا حطيتها بره في الشمس بتعيش وبتمشي أمورها تماما وإذا حطيتها في الظل برضو بتقدر تتحمل إنها تعيش في الظل لذلك هي النبتة داخلية وخارجية في نفس الوقت ولكن مشكلتها إنها بتكره إنها تتنقل بين الأماكن كثير يعني إذا كانت فيه أصيص بتحب تظلها قاعدة في مكان ومخي خفي وتنبسط فيه بتنقلها لإضاءات مختلفة كثير راح تشعر إنها أوراقها بلشت تسقط وصار فيها مشاكل ولكنها سرعان ما تعدل نفسها إذا كانت خارجية وسقطت أوراقها في عز الصيف أو أوراقها صارت تنشف بهذا الشكل هذا احتراقات عادية بترجع تجدد النبتة إذا كانت سليمة أمورها تماما حس إنتوا عرفتوا إنه هذه النبتة ممكن نعيشها جوه البيت وبرى البيت كثير رائع هذه النبتة وقوية وبتتميز إنها أوراقها كثير بتلمع وحلوة إخوتي الكرام هذا النبات يفضل الترب الخفيفة يعني إذا كان بيتموس أو أخف مثلا مثل كوكوبيت بسموه اللي هو ورق جوز الهند المفتفة كوكوبيت ولكن إذا حطيتها في تراب طينة عادية تربة طينية زي اللي هم حطوطة فيها بتمشي عادي أمورها ما في مشكلة يعني بتعيش قوية النبتة السقاية لهاي النبتة مش كثير بتصير في وقت إنه لما تجف تربة يعني تقريبا عشرة سنطة جف من التربة سبعة سنطة من التربة جف مثلا أنا تبت تربتها لهون سبعة سنطة حطيت إيدك جف تسقيها فهي ما بدها كثير مي أعطيها مي بقدر بحيث إنه ما تظل دايما رطبة عليها التربة عشان ما تتعطب بدي أحكي لكم كيف من كاثر هذه النبتة وبدأ أضطر إني أخلع فرع وإن شاء الله رح نكثر منه نبتات كثير في طريقتين لتكاثر هذه النبتة أول شيء نأخذ فرع مثل ما أنتم لاحظين هذا الفرع مثل ما أنتم لاحظين موجود في جهة متخشبة وفي الجهة الخضرة في حال كانت متخشبة أو شبه متخشبة العقلة أخذها بهذا الشكل يعني لازم تكون عقلة طويلة طولها تقريبا سبعة سنطة مثل ما أنتم لاحظين ها بقص الورقة الأخيرة في هذا الشكل بس أقص العقلة إخوتي الكرام في هاي المادة اللبنية مثل ما أنتم لاحظين هاي المادة بتعمل حساسية في الجلد ويفضل غسلها لازم تغسلها قبل ما أنك تسوي العقلة طبعا هاي الطريقة الأولى للزراعة نقوم بغسل العقلة جيدا من منطقة ما أفرزت هذه المادة الحليبية أو اللبنية هايها مغسولة هيك مية بالمية العقلة هذا الأمر في حال كانت العقلة متخشبة نقوم فقط بزاعتها بهذا الشكل إلى منتصفها أو أكثر من منتصفها حتى ثلثينها في التربة نتأكد أن نسقي هاي التربة تربة البيتموس جيدا أقوم بسقيها بالماء إخوتي الكرام تكون كمية جيدة وبسير أسقيها كل ما تجف التربة تمام؟ مثل ما أنتم لاحظين هاي هيك جاهزة طبعا لا تنسى رص التربة دائما على النبات وما تخلي فراغ ها شايفين؟ طيب الآن إخوتي الكرام بالنسبة للعقل الغير متخشبة مثل ما أنتم لاحظين أقوم بإزالة الأوراق عنها بهذا الشكل وبخلي ورقة فوق هاي هيك العقل الغير متخشبة الطرية الخضراء هيك بتكون طولها فقط هاي واحدة هذا بزيل عنها الورقة كم عقدة؟ عقدتين كفي هاي ثنتين كما أنتم شايفين؟ طيب لو كان فيها عقدة واحدة زي هيك بنفع؟ بنفع عقدة واحدة مع ورقة بنفع ما في مشكلة وهي ثلاث وهي الرابعة طلعوا شايفين كيف شكلها؟ سهلة جدا وهي الخامسة وهي السادسة هيك قدرنا إن شاء الله أنه نسوي ست عقل خضراء طيب هل نقوم بزراعة هذه العقل خضراء ع طول مباشرة؟ لا لا نقوم بزراعتها خليني أغسل هذه العقل من المادة اللبنية اللي صارت عليهم على الأن أخوة الكرام أقوم بوضع هذه العقل كلياتها بهذا الشكل في الماء طيب حطينا العقل في الماء وبلشت إنه تجذر إن شاء الله خلال أسبوعين بتجذر شايفين شكلها كيف؟ هاي العقل كلها بالماء الفكرة في الموضوع لازم نغير الماء كل قديش الفترة كل يوم إذا الماء طولت عليها بعفن العقل إذا غيرت الماء كل يوم ماء نظيف كل يوم ماء نظيف يصغير الكاسة كبه على النبتات وحط ماء جديد إن شاء الله تبالش تجذر معها خلال أسبوعين بتسحب العقلة وفورا بتجيب لك قصيص فيه بيتموس بتحطها بي بس تكبر شوي وتطلع بتنقلها على قصيص كبير جدا جدا سهل زراعتها وجدا العناية فيها سهلة هذه نبتة الفيكاس المطاط الرائعة جدا أنصحكم بزراعتها ظل معلومات بسيطة بس بالنسبة للأوراق لما تتغبروا تطين زي هيك بإمكانك إنك تمسحها بأي قطنة عليها ماء أو قطنة عليها خل تمام؟ هذا الحكي مش في فترة الظهيرة في فترة المساء يفضل إنك ما تحط عليها ماء أبدا في فترة الظهيرة حتى إنه النبات ما يتأثى ويتحرق من الشمس هذا في حال كان خارج الشمس الفترة المناسبة للتكاثر الآن بقدر أكاثره؟ أنا كاثرته حتى بتكاثره حتى ما في مشكلة الآن في وقت نزول الفيديو وهذا في تاريخ تقريبا شهر عشرة ولكن إذا حبيت إنك تقنص أو تقتنص فرصة أكبر وأفضل لتكاثر هذا النبات يمكنك الانتظار إلى شهر ثلاثة وهو أفضل وقت لتكاثر هذه النباتات اللي هو في الربيع بتكاثر بهذا الطريقة ولكن هل يمكن تكاثر الآن؟ نعم خذ هذه العقل لأنصحك بأخذ العقل هذه ووضعها في الماء وتبلش تجذر بحيث إنه تكون عندك جاهزة الأمور إن شاء الله شهرين زمن بتكون عندك العقل جاهزة ومورها طالعة فإمكانك تكاثر الآن في شهر عشرة وبإمكانك تكثيرها في شهر ثلاثة وأربعة وخمسة هذا كان كل شيء المقطع اليوم أتمنى أنكم استمتعتم وستفدتم بهذا المقطع أتمنى أن ننسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم مبارك على سيدنا محمد أتمنى أن ننسى الاشتراك في القناة كانوا من الدعم والتحفيز بارك الله فيكم كان معكم أخوكم من قناة مختصر الزراعة سبحانك الله ومحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم